أنا بقى اللي عايز أقوله لك إن ده من أفضل بيانات النادي الأهل يمكن إحنا بنتكلم فكرة البيانات ليه من أفضل بيانات؟ لأن إنت مش طالع بعد مباراة إنت كان عندك مباشرة فيها فاقدل النقاط فطالع تتكلم في التحكيم لا إنت شفت التجربة وبتقول أنا مش مشكلتي هنا بس بتقعد تتكلم وتقول ده الأندية المنافسة وده اللي حصل إنت بتديهم أفضلية إن يفضل رجلهم في الملعب لو على فكرة شيء مستحق إحنا بنتكلمش إنما لما يكون جير مستحق هنسمع الكلام كمان بتاع وكأن مشكلة الدوري أو التحكيم في الدوري الأهل بس اللي بتكلم فيها جرى إيس الربطة وعشان كده إحنا بنقول لكم إن إحنا متفقلين وحنفضل عادنا بيكم لو شفنا أي حاجة بنرصدها لو شفنا حاجة إجابية بنقولها نشوف الكلام لأن الكلام نفسه فيه تفاصيل تؤكد إن الموضوع أكبر بكتير جداً من الواحد والتنين في المية وأكبر بكتير جداً من إن النادي الأهلي هو اللي عنده مشكلة مع التحكيم نسمع رئيس ربطة الأندية الأستاذ أحمد دياب وهو بيتكلم عن التحكيم المصري خليني أسأل بقى حضرتك فيما تعلق بجزئية النادي الأهلي وبيان النادي الأهلي بالأمس اللي أصدره كابتن محمود الخطيب يعني إيه الكواليس أو إيه التواصل اللي حصل ما بين حضرتك وما بين الكابتن محمود الخطيب في الجزئية المتعلقة ب تكافؤ الفرص والجزئية الأخرى المتعلقة بالتحكيم نحن الحمد لله على تواصل دايماً مع التمنتاشر النادي نزي ما قولك الرابطة هي بتمثل الأندية طبعاً تواصل مع كابتن الخطيب دايماً بيكون موجود وبقراء والحقيقة هو بيتكلم دايماً من منظور البطولة ككل أو تكافؤ الفرص للكل فتكلمنا كنا في موضوع ضغط المباريات وأفريقيا وعدده للأربع أندية المشاركين يعني الحقيقة كان حديث في المجمل على شكل المباريات والموسم في اللي احنا دا لازم نرعي دا وخاصة الأهلي بصراحة أكتر الأندية المتضررة من الأربعة لأنه كان عنده كاس عالم الأندية كمان غير المباريات وحصل تأجيل المباريات بتاعت المريضة مؤجلة آية مصبوط فكانت جدول الدوري نفسه اتعمل فبقى الأيام أقل من بقية الثلاث أندية اللي بتلعب في أفرق دا اللي احنا اتكلمنا فيه بشكل عام وكان فيه كلام طبعا عن الأخطاء التحكمية شوية كلام في أخطاء التحكمية والحقيقة ان احنا يعني في الحتة دي أخدنا شكاوي من أندية كتير جدا في الفترة اللي فاتت فوق التمن وتسعة أندية يعني أهلي المحل فوق التمن وتسعة أندية الأهلي المحلة اسماعيلي المقصة سيراميكا فيوتشر فاركو لا موضوع كده خلاص من تم يعني معد نص قدية الدولي المصري طيب بشكاوي بوقاعة تخص التحكمية مهم جدا في الجزء الأول وإحنا بنتكلم عن ضغط المباريات اللي كان بيتقال أن ربطة الأندية بتقر بضغط المباريات ولكن دا ما نتاكش عنه كمان تأجيل للأهلي يعني أنت لم تطوع الموضوع وإنت بتتكلم لمصالحك الذاتية يعني عاكس دا في ايه في قصة التحكمية أن النادي الأهلي معني أو كابتن محمود الخطيب كمان في الحوار معني بجودة التحكم في المسابقة ككل وهو دا الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها مش في ماتشاتي بس تقولي كذا وده وعي باللي حصل الموسم اللي فات والجزء بقى الأهم الواحد والتنين في المية اللي هي الأساس بتاع السيجمنت أو الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها دي أن أكتر من تسع أندية تقدموا بشكاوة يعني أكتر من نصف الدوري المصري هل نقدر بعد كده نقول أن النادي الأهلي بتكلم عشان برامت زيو الزمالك هم فين استفادوا أو دا واحد واثنين في المية لا النادي الأهلي لما بينزل بيان عارف بيقول إيه النادي الأهلي عموما لما بيتكلم في قضية أتحدى أن أنت تثبت أن هي قضية غير عادلة لو بتتعامل بالمنطق أما في حالة افتقاد المنطق فأنت أتقول اللي أنت عايزه أنا عندي هنا نقطة مهمة جدا وده اللي أنا أشرت لي في بداية فقرة التحكيم لما قلنا أن البعض بيروج لفكرة الظلم التحكيمي اللي واقع عليه إعلاميا ويبدأ يصدر المشهد ده وعشان كده قلت يعني ربطة الأندية نأمل فيها خيرا ونتوسم فيها خيرا بفكرة أن ما ينفعش ده يتلاقى بتاني لما تقال الأندية اللي اشتكت من التحكيم سمعته نادي في المربع الزهبي أو في المسلس الزهبي اللي هو النادي اللي إحالي والمسلس دي عشان نقول إيه بيرامز والزمالك فين بيرامز والزمالك وشكواهم من التحكيم المصري طب بيرامز ما بنشوفش كتير تصرحات عن فكرة الأخطاء التحكيمية لكن احنا تاريخيا مع إعلام منافس بيتكلم دايما عن فكرة إن الزمالك أشد عرضة للظلم التحكيمي أنا خايف بعد تصريح الأستاذ أحمد دياب يطلع بعض الحكام اللي يمنحوا نادي الزمالك اللي يجعلهم يشتكوا من التحكيم بمعنى بمعنى إن حاليا ما فيش أي شكوى بل بالعكس نادي الزمالك يعني الأكثر حصولها على ركالات الجزاء معظمها صحيح ولكن فيها علامات استفاهم على ركلات جزاء كانت ضده زي ماتش سيراميكا وركل الجزاء اللي اتخذت لنادي الزمالك فتحة مباراة أمبي اللي اشتكى منها الكابتن حلم وطلان فبالتالي في نسبة من الخطأ موجودة وفتحة لأن فيه تقنية فيديو حاليا ممكن الناس تنتبه إيه دا؟ إحنا ليه مش بنشكي من التحكيم؟ إحنا هنسيب الإعلام الخاص بالنادي الأهلي يتكلم عن فكرة هو فين التحكيم اللي انتوا بتشتكوا منه؟ فنطلع نشتكي من التحكيم طب هنلاقي إيه نشتكي من التحكيم؟ ممكن بقى ندور على فاول ممكن ندور على إنذار يستحق الإنذار فنتكلم عنه إنه يستحق كارت أحمر فنبدأ نشتكي من التحكيم أنا خايف بعد التصريحات دي نشوف اللقطات دي لكن الوضع واضح جدا من أهل زمالك بيرامدز المتضرر هو النادي الأهلي ومش متضرر بعدد نقاط قد ما متضرر بعدد حالات تحكمية كان المفترض تقنية البرتاكو يا صديقي مخاوفك مشروعة ولكن أنا أيضا لدي بعض المخاوف الأخرى يمكن احنا تناقشنا معاكم بموضوعية شديدة جدا بنقاط بتحليل حكام ده استندنا لي لأن أي منظومة عايزة تطور أي مشكلة عندها بتأخذ بسبب أول النقض النقض ده هو اللي بيحولك إنك تعرف الخلل فين والمشكلة فين سمعت بعض الأراء مؤخرا بتتكلم إن بداية إصلاح التحكيم المصري هو بعدم تناول التحكيم وبإلغاء فقرات التحكيم وبإن الناس ما تتكلمش في التحكيم إطلاق الأمور بالشكل المعمم ده والشكل اللي فيه العموم ده خطر كبير جدا إنت لازم يبقى مشكلتك مع اللي بيناقش التحكيم هل بيناقش بموضوعية ولا لأ ولو بيناقش بموضوعية زي ما نزعم إن إحنا بنعمل ونزعم هنا بالحالات وبالأرقام وبكل الفقرات يبقى عليك إن إنت تأخذ بالكلام ده عشان تطور فعلا التحكيم بداية انهيار التحكيم أكتر من الحالة اللي إحنا بنحاول نخرج منها وفكرة ما تتكلموش في اللي بيحصل تحكمان خطأ اقبالوا بالأمر الواقع وهو ده التحكيم ده هيبعدنا أكتر زي ما إحنا قلنا في مباراة التصفيات ما فيش حكم مصري موجود ضمن عشر مباريات ذهاب وعودة نشوفكو